اشتركوا في القناة 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 وأضلاعه متقايسة متوازي الأضلاع ما عنده حتى خاصية ركز معي مليح كيفاش كتبت الخواص وسربيتهم أول حاجة تكتب المربع المستطيل معين متوازي الأضلاع الزوج الولين هذو تاع المربع تعود تكتبهم في المستطيل الزوج الاخيرين هذو تاع المربع تكتبهم هنا في المعين يعني المربع عنده جميع الخواص نحن نعطي لكم شكل منظم صح أو لا لا؟ هاو هذا منظم أنا نحن نحط لكم في المجموعة هذي نحط لكم PDF إذا ما اللي يحب يطبعوا ولا هاو يطبعوا هذا هو المنخطط منظم عندنا مربع هام عندنا زوج الولين قطره متقايسة وزوج قائمان يعود تكتبتهم هنا عندنا قطرا متعامدان وأضلاعه متقايسة هاني كتبتهم هنا كما قلت لكم زوج الولين في المستطيل زوج الاخيرين نرام هنا في المعين متوازي الأضلاع ما عنده حتى خاصية ذوكا وش راح ندير راح نحلو التمرين ها نحلو التمرين تعي اختبار ها هذا التمرين جا في اختبار عليه ربعون قطر تبوا معايا هامليح راح نحلو تمرين هذا خليين قرأه لكم قال لك انشئ الضائرة C هاني انسيت نسمعها انشئ الضائرة C مركزها O ونصف قطرها 6 سنتيمتر ارسم قطرين للدائرة AB و CD متعامدان ما طبيعته الرباعي ذوكا راح نرسمو الشكل راح ننشئوه هايا تبوا معايا آيه والله هاذا هو الادوات الهندسية تاعنا نبدأ وقال لك انشئ الضائرة C مركزها O عايضوك وش راح نديره اجمعا ننشئ الضائرة C اللي مركزا دعوك اخبوا معايا مليح نجيب المدوره التاعي ونقيس نصف قطرها 6 يعني الإبرة التاعي خدرناه في الفيديو تاع الضائرة الإبرة نحطه هنا في الصفر فجعلنا. ونقذر هنا نقيس 6. نقيس 6. هاي ليكم 6. متاهمين , يعني ذوك الفتحة تعلمية دور تعي , القيس انتاحها جدا هو 6. ذوك خاصني نرسم الضائرة انتاعية. يعني رسمت الضائرة انتاعي. ذركة الضائرة تعي هذي وشي قالك. قالك أرسم قطران صحيح خلي نسميوها الساعة. خلي نسميوها نسميو الضائرة تعنا قلي كسموها السي يعني ندير هنا السي. بين قوسين. مركزها O يعني هاو المركز هو الزايد هذا نسمي اللي هنا O صح هذو كن فاصيها بش ما تديرون جينيش المهمة على بل المركز انتحه هو أو وذلكم بعد نكتبوه وش راح ندير ذلك يا جماعة خاصة يقال لك أرسم قطرين للدائرة AB و CD متعامدين يعني نحن نرسم قطران للدائرة هذي بس حيكونوا متعامدين وش راح ندير هنا نرسم القطرة الأول ها هذا هو القطر الأول صح أو لا 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 هذا القطر الأول نسميه AB هذا AB ها هذا من جيل A ومن جيل B هذا القطر الأول القطر الثاني وش قال لك قال لك لازم يكونوا متعامدين يعني ذلك أنا وش راح ندير أجماعة راح نجيب الكوس راح نجيب الكوس ونرسم القطر التاعي اللي هنا يكون يعامد القطر الأول سهلا مهلا ها نرسمو هكا سيبون و بعد نكمل نوصل عادي بالميستارات وما وش تدير الميستارة حكا وتوصل كحتى بروبلام ها نوصل مننا يعني درت وشي درت القطر الثاني هذا يعامد القطر الأول القطر الثاني هذا وشي هو جمعة القطر الثاني هذا وشي هو سموه سي دي يعني ندير اللي هنا سي وندير اللي هنا دي قلي ما طبيعة الرباعي عا سي بي دي سي بون غلط عندي سي بي. سي بون. هذا سي بي. وعندي هذا شكون. بي دي. وعندي دي ا. هذا هو الرباعي اللي خرج لي. اول حاجة احنا نبدأ نحط المعلومات انتاعي. المعلومات انتاعي وشي هو مجمعة. المعلومات انتاعي ذلك نحطهم باللون الاخضر. احنا قلنا قطرين متعامدين يعني ما ننساش ندير التعامد. كيفاش ندير التعامد نجيل اللي احنا. وندير رمز التعامد. هذا القطران تعد دائرة. اخي على بنا بلي هذا نصف قطر وهذا نصف قطر. يعني هذا يساوي هذا. وهذا ثاني على بنا بلي القطر هذا يساوي القطر هذا صح ولا لا لا يعني هذا نصف القطر هذا يعني من المركز أو أو سي هذا يساوي هذا. صح اذو كوش اللحظو قل لك في السؤال الثاني ما طبيعة الرباعي علل? ايوش هو الرباعي هذا جماعة? انا رح نقول موربع. مربع تقدروا ما تجاوب وش حتى نشوفوا الخواص ثم تقولوا لأن تكتب هنا لأن قبل ما تكتب طابعة الرباعي تكتب لأن وش في هذا هذا الرباعي ذو كل نحلم يدور هذا من هنا مش نكتبه هاي هكذا وش عندنا لاحظوا معايا مليح المربع هذا ولا هذا الرباعي هذا وش اللحظوا فيه حنا عندنا اول حاجة القطران هاتو تع الضائرة متقيسين ولا لا لا هذا الرباعي تعوش بهم عنده قطران متقيسان صح لا 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 والقطران هذو متعامدين ولا لا لا إلى عنده قطران متعامدان صح قطران متقيسان ومتعامدان هنا في وش في المربع مو ربع هو الوحيد اللي عنده قطره متقيسا ومتعامدا لو كان جاء وغير متعامدين ما همش متقيسين نقولوا هذا معين متفاهمين يا جماعة ولا لا لو كان جيب الكوس ونبدأ نفيري فيه وش نلقاء نلقاء الزاوية اللي هنا راهي قائمة أنا كوت راح نعطيكم مخطط بش ما نكثرش عليكم بزاف نعطيكم مخطط منحي الميستارة هذي منه بش نفهمكم في هذا المخطط العجيب سيبون جماعة هاو المخطط العجيب وش يقول قال لك المخطط هذا ديما وين تشوف تشوف الزاوية يعني هذا جبتم من الأسئلة تعال اختبارات والفروض تشوفوا الزاوية وتشوفوا القطران تفاهمين إذا كان القطران عندك زوج حالات إذا كان القطران متعامدان ولا غير متعامدان قرينا الرموز هاي نكتبوا الرموز بخير ها نكتب الرموز إذا كان القطران متعامدان ولا القطران غير متعامدان زاوية إذا كانت قائمة وإذا كانت غير قائمة تاهمين ولا لا لا ذوما الخيارات اللي عندكم احنا هنا وش عندنا؟ عندنا القطران وش به متعامدان يعني يراني في الحالة هذه في الحالة هذه كيكونوا قطران متعامدان ييكون مربع ييكون معين أو التمرين هذا كامل عطانا غير زوج معطايات عطانا قطران متعامدان ومتقيسان هما جميع الثمانية على الاختبارات يدوروا في هذا الزوج قطران متعامدان ولا مش متعامدين ولا يعطيك الزاوية إذا كانت قطران متعامدان معتها مربع ولا معين إذا كان غير متعامدان وش معنى تجمعه رو بقية الأشكال يعني رو متوازي أضلاع ولا مستطيل مستطيل أو سهل نعرفه بالزوايا تفاهمين ولا لا في الحالة هذه وش أعطانا تبع معي أمليحة أعطانا قطران متعامدان يعني قطران متعامدان يعني موربع ولا معين كيفاش عرفت هنا بلي موربع موربع عنده قطراه متقايسان عليها قد موربع ما تفاهمين ولا لا لا نزيد نعطيكم المخطط هذا تحفظوه دي ما وش تشوفو زجع فايس يعني تشوفو القطران ولا الزوايا الزوايا سهلة إذا كانت قائمة رهو موربع ولا مستطيل إذا كانت الزوايا غير قائمة رهو معين ولا متوازي أضلاع عادة إذا كانت قائمة رهو سهلة موربع ومستطيل بينين موربع متقيس الأضلاع مستطيل أضلاع معين عنده الأقطار تعمت عامدين متوازي الأضلاع ما عنده حتى خاصية يعني إذا كانت الزوايا غير قائمة ولقيتوا خاصية وحدة مباشرة نديروه معين نوري لكم المخطط هذا تعالى الإجابة ونزيد نفهمكم فيه ذركة هذا هو المخطط اللي قلت لكم عليه المخطط هذا يحفظ تحفظه كما اساميكم شوفوا تبوا معي مليح أول حاجة وش نديرو يجيك ما نوع الرباعي ما نوع الرباعي ديما وش تشوف هي تشوف القطن هاي اللي هنا ولا تشوف الزوايا إذا شفت هذا الزوج راح تسهل خلاص إذا لقيت القطران عندنا زوج حالات فراد يكونوا متعمدين يكونوا غير متعمدين في الحالة تعتمرين سابق نقلقنا القطران نقلقنا القطران بعين متعمدين معنى اثارة هو مورباع ولا معين متفاهمين او لا لا تشوف اللي عنده خاصائص بزافة موربع يقولنا موربع عنده جميع الخصائص ولا اثارة الهنا الموربع وش لقينا عنده قطره متقيسان نقلقنا عنده حاجة زيدة قطره ديما تشوف القطراني متقيسة اللي هنا في المسألة شوفوا لنسهل لكم الحالة خلاص تبعوا معي مليح يقول كما نوع رباعي تشوف القطران ما رأنا اللي هنا في القطران كان عندنا زوج حالات يا متعامدان يا غير متعامدان إذا كانوا قطرا متعامدان يعني اللي هنا معترم مربع ولا معين كيفاش نعرف أنا معين ولا مربع ها قلنا قطراه وشبه مجمعه قطراه متقيسان يعني اللي هنا في القطران هذو حدنا زوج حالات تركزوا معي يمليح وسهلا مهلا عدنا قطران متعامدان يا قطران غير متعامدان اللي هنا في القطران المتعامدان بينه عندنا المربع والمعين المربع والمعين كيفاش نفرق بيناتهم نشوف القطران إذا لقيتهم متقيسين رو مربع كما في التمرين سابق وجاء في اختبار وش درتنا بسهولة كبيرة الان الحاية الصنعي اي سهلا مهلا المخطط الحاجة الثانية قادري ديللك تمارين ما يحكيلكش على الاقطار يحكيلك المرة هذي على الزوايا خاطر الثامنية عندهم مزوج طرق مرة يحكيلك على الاقطار مرة يحكيلك على الزوايا صح او لا لا.. عندك زوايا عندك زوايا غير قائمة هذه هي أسهل حاجة هي الزوايا الزوايا القائمة أخي نعرفه وش كل زوايا تحمل قائمة مربع ومستطيل كيفاش نفرق بيناتهم أضلاعوه متقيسة سهلا مهلا نفس الشي ما زلنا هنا في الزوايا إذا لقيناها غير قائمة روم معين ولا متوازي أضلاع كيفاش نفرق بيناتهم أضلاعوه متقيسة تعش كنتع المعين أخي قلنا متوازي الأضلاع صحرا ما فيه حتى خاصية يعني إذا لقيت الزوايا غير قائمة لقيت خاصية وحدة رهو معين إذا لقيت الزوايا غير قائمة تلقى أي خاصية في شكل تحك روح أخمض عينك وكتبه معين إيجابتك رأي صحيحة من عندي ما تفاهمين ولا لا لا تمنى تحفظوا هذا المخطط العجيب على بدي ما تلقوا حتى في بلاسة هذا القطران والزوايا خاطر إحنا اللي خدمته أنا خصيصا لكم ما نوع الرباعي جبت الأسئلات على الاختبارات الكامل وبديت نشوف فيهم لقيت باللي نوع الرباعي عادة ينقسم زجع فيس يعني ستقسيكم الزوايا ولا القطران فالقطران إذا كان متعامدان هاي باينمو ربع معين كيفاشن فرقوا بينتهم قطران متقيسان قطران غير متعامدان عندك مستطيل ومتوازي أضلع دي ما الحالة الثانية هي السهلة متوازي أضلع مسكين إخي قلنا ما عنده حتى خاصية معتها إذا لقيت القطران غير متعامدان تلقى خاصية وحدة برك أعرف باللي رو مستطيل تفاهمينوا لا 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 جماعة فضولي المخطط هذا رو سهل جدا على فكرة المخطط هذا يمشي معاكم حتى للباك مخطط هذا هذا تقروه العام الجاي وتقروه في السنة الثلاثة متوسط والربعة متوسط وتزيد وتقروه في الثانوية وتزيد وتقروها في الباك ما نوع الرباعي إلى يومنا هذا أسئلة الباكالوري سقسيه ما نوع الرباعي صحة مخطط هذا يمشي معاكم دي ما تمنى تحفظوه وديرو بعض مليحة ذو كاوش راح نديرو نروح ونديرو الإنشاء كيفاش ننشئو الموربع والمعين والمستطيل عندهم كامل نفس طريقة هالإنشاء يعني راح ننشئوه مرة وحدة ونزيد ننشئوه زوج مرات باش نشوفكم ترأس كيف فهمتوا ولا لا لا ما تفاهمين ولا لا لا هيا تابعوا معايا للإنشاء صحة جماعة ذو كاوش راح نديرو راح نتعلموا إنشاء الرباعيات الخاصة راح نبدأ أول حاجة نبدأ بالموربع صحي نبدأ بالموربع الموربع عندي مثلا ظلعة ظلعة طول تاعو مثلا ثمانية يعني رسمتوا اللي هنا الطول تاعو قداش الطول تاعو ثمانية نجيبو هذا اللي هنا ونحي الميستارة هذي صحة اللي هنا وش راح ندير نزيد ندير ظلعة وحدة اخر يكون يعامد خطر زوايا التاعو كامل قائمة وش ندير ندير ظلعة وحدة اخر حتى هو طول تاعو قداش الطول تاعو ثمانية صح هذو كن هبطو شوية مع الزيرو سيبون انتم ما ترسموه عادي انا برك هذو هدوثتها شوية ممش ملاح حكا هكاني دير ثمانية ودير اللي هنا طبعا ما ننساش الزاوية القائمة هذو عبارة على مربع ذوكا باش نزيد اضيل عين الاخرين اهنا وانت تتلفلكم ما لا تتبع معي ذوك نوريلكم كيفاش شوفهم ليه احنا وش نديرو احنا وش عندنا ونستخدم اوال حاجة المربع هذو الظلع هذا هذا اللي يتم تشوفوا فيها رح نعاودوا اللهن نعاودوا اللهنة وان رح نعاودوا اللهنة الفوق خاطر كل الظلعين متقابلين متقايسين كيفاش تفهموا الطريقة ما لنا وش ندير لم أريد هذو باش نفهمك الطريقة تعمل مادرو مجعا تنساها تقيس الظلع هذا تحل عليها مادرو وان تعاودوا نعاودوا نرسموه اللهن فلو او لن نرسمه اللهن يعني وش راح ندير انا ذرك نجيب الابرات على المدور وي ندير الابرات على المدور اجماعة نحط هاللهن ونقيس قلت لكم الظلع هذا باش نعاوده اللهن اياة راح نقيسه ندير هيك ونهبط ندير الفتحنت تاعي ثمانية صحي اعن اديرو هيك ثمانية ذركاني قيست القطعات تاعي هذه وش ندير نعاودها اللهن يعني المدور تاعي نهزو كيماره ونجيل له. يعني الظلع هذا نيهزيته. ذوكا كي قيستو بالمضر. شغولا نيهزيتو وحطي طول لهنا. وش راح ندير ذركا؟ ندير قوس منا. سيبون. عاصل اللي نجيب منا ونديره قوس. هاكذا. ذوكا انسى. الظلع هذا كمنا معه. ذوكا وش راح خصني؟ وش خصني يا جماع؟ خصني الظلع هذا. شو شكولي مكانش؟ مكانش هذا فارغ. يعني روح اللي مقابله ها هكا بش ما تتخلط الكمش ها. شكولي مكانش ضرك. شكولي مكانش؟ شكولي مكانش؟ هذا هذا فارغ وش نديره. ونجيب عند هذا اللي مقابله ونقيسه. نقيسه كي ما راه. وش نديره. الإبرة التاعي وين نحطها؟ نحطها له. دوما الإبرة ديما نحطها في فلاصة واحدة. نقيس الظلع التاعي هذا. ها حدوكا نقسله شوية. المهم. نقيس الظلع التاعي. نعتبره بلي الظلع التاعي مثلا نقيستو. واني درتو قد قد قد. نهز المدور التاعي كيش غولاني هزيت الظلع هذا. هاني قيست الظلع هذا. ونهزو نحطو له. متساهمين ولا لا لا. وشي هو نديره هنا ندير قوس بركها. معذرا ندير قوس. كي ندير قوس وشي خرج لي. تخرج لي نقطة تقاطع. يعني وش درت انا. ذلع هذا هزيتو حطيتو هنا. ذلع هذا هزيتو حطيتو له. خرجو لي نقطة اللي هنا. تقاطع القوسين. سهلا ماهلا. ذلوكا وش ندير نكمل نوصل للشكل التاعي. من نقطة هذي نكمل نرسم له. ومن نقطة هذي نكمل نرسم له. طبعا ما ننساش نديره. الزوايا القائمة. هذا وشي هو اجمعه. هذا عبارة على موربع. ما تفاهمين ولا لا لا. ما تفاهمين. صح. ذوكا وش راح نديره ونروح ونرسمه المستطيل بنفس الطريقة. يعطيك مثلا. ترسم زوج الظلع. ترسمهم عادي. كما مثلا نرسمنا الظلع هذا. مثلا نرسمنا هذا ورسمنا هذا. يعني ما قيست بالميسترام. على بل يقده طول تحم. ونعاود نرسمهم بنفس الطريقة باش بالمي دور. تبعا ما يمليح. الظلع هذا اللي هنا اقوم نرسمه ونضمه له. كيفاش? نرسمه ونضمه. نضيفه. نضيفه الجزء ولا انضيفه. في الشوكة هذه شوكة. كنت نديره? نضيفه لغير أن نضيفه. كنت نضيفه. تحميد الظلع هذا أو نضيفه. كنت نضيفه في الأسطلق ونضيفه هنا. ثق يضب الاضحة نقلق بالضلع سنقلقered نقوم برؤية الثلجة هنا زاوية قائمة هنا زاوية قائمة وزاوية قائمة سهل ماهن متاهمين اجماعة ولا لا لا هذا عبارة على مستطيل نفس الشي بالنسبة للمعين نفس الشي بالنسبة لواش المتوازي الاضلاع المعين وشي الحاجة اللي في المعين سهلة يقول لك ارسم لي قطراني متعامدان مثلا هذو هكا ارا هم متعامدين صح ولا لا بس لازم يكونوا متناصفين يعني لازم يجي في النص متاهمين ولا لا سهلة ها نجي اللصفر الان دور وثنا نحط لبردتعوي اللي احنا ندري قوس من وبعد ندير قوس لنا متطاهمين ها ؟ ندير قوس منا نضيف القوس منا ونزيد القوس من هنا نحاى اليكم القوس التحتانية هذي نضيف القوس واحد اخر منا ونزيد الندير القوس من هنا ماتتفاهمين او لا لا ذوكا وش راح يخرج لي يا جماعة راح تخرج لي النقطة هذي اللي هنا والنقطة هذي اللي هنا نضيجج ستنوصل بيناتهم قدرت محور القطعه هذي نقطحها في المنتصف بالمدور خرجت المنتصف وهذا هم متعامدين هذا هو عبارة على محور قرينا المحور نوصل هكا نوصل هكا بيناتهم نوصل الأضلاع هذا هو المعين قطره متعامدان ومتناصفان وبطابعة الحل الأضلاع ستخرج كامل متقيسين لابدنا محور قطعه مستقيمة أي نقطة من هذا المحور أي نقطة من هذا المحور أي تبعد بنفس البعد عن طرفي القطعه هذي والنقطة هذي تبعد يعني الأضلاع هذو وش بيهم كامل متقيسين وعندي الأقطار وش بيهم زاوية قائمة ومتناصفين أكيد متساهمين يعني اللي هنا هذو متقيسين وهذو كم دي اللي هم ثلاث شلطات هذو كم تقيسين يعني هذي النقطة هاي المنتصف تع هذا ومنتصف تع هذا هذو شي هو معين جماعة فهمنا ولا لا لا وطبعا ما ننساش المساحة والموحد طبعا ما عاملح قريب نسيت المساحة والموحد طبعا خاطر المربع والمستطيل سهلين بالصح في الفيديو الجاي وضعيات إدماجية يركبوا لكم بين الدائرة والمثلاثات والمربع والمستطيل يعني هذو اللي قريناهم كامل يركبوه لكم في شكل كيفي يضيلك هيك الهنا مثلث يضيلك الهنا دويرة هنا نسف دائرة متاهمين ولا هنا مثال يضيلك موربع يقول كدريني مثلاً المحط على هذو الشكل طابد انت بتحسبえ على زهرك تحسب ال nosaltres هذا القوس يقالك يصبح نحسيبي المساحة طابد ان تحسب المساحة مثلاً تحسوي reactive واش تقوم بالشكل تحس coaches ولتحسوي الفرق بين المستطيل المحيط تعلموا ربع ولا تعلموا استطاعين عندهم نفس المحيط هو مجموع اضلاعه يعني اذا اعطاك ربع اضلاعه متقيسة مجموع اضلاعه هو المحيط المحيط هو تحسب الخيط الخارجي يجب ان تقوم بالمحيط تديرها ديما كافي رسك باش ما تخلط لكش تدير ربعه زيدة ربعه زيدة ربعه زيدة ربعه يعني تجمع هذا وهذا 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 باش تعرف المحيط انتاع شكون تعلموا ربعه موحيط المستطيع نفس الشي مجموع اضلاعه اضلاع هذي كله البرة تجمعها الخيط هذي كله البرة تجمعه هذا ما كان نجي وضركه شكون للميساحة الميساحة انتاع شكون الميساحة تعلموا ربعه وش هي ها وهذا حتى هي نفسه عند الظلعه في الظلع الظلع في الظلع وش تدير الميساحة تعلموا ربعه وش هي تضرب الظلع هذا في الظلع هذا يعني الظلع في الظلع يعني اذا كان عندك ربعه وش تدير ربعه في ربعه والوحده التاحه تخرج 16 سنتيمتر لساهدة لديه مورنبع في البعد هذا لنقوم بالطول является ليس طويل وهذا العرض WITH قصير مالطول في العرض اذا دلتك هذا 6 وهذا 2 وشي المساحة علي المساطيت لاzdataiş 6 في 2 كيف تอก勧 boule تمتلك المساحة الداخيلية هذه هي المساحة اذا قلتك لن kriegen سياج واذا قلتك راح نغطيها انت تعرف الفرق السياج وشي هو هو الموحيط يعني هتحسب تجمع الاضلاع اذا كان راح نقولك راح نغطي المساحة هذي معترا نحتاجو مساحة مساحة هي الجزء الملون متفاهمين لو كنت لازم تفرق لي بين المساحة والموحيط ايا الصحة الفيديو الجاه حنحله فيه وضعيات تمارين انشوفك تراها فهمت ولا لا لا انشوفك تعرف التطبق اللي ما عارف انتاعك ولا ما تعرفش هيا ما تنسوش جماعة تدخلوا المجموعة تعنا هذي تعال فيسبوك ما تنسوش ايضا تكتبونا في التعليقات الحاجة اللي ما فهمتوهاش باش نشرحها ايا بالتوفيق ما تنسوش تابعونا على قناتنا على اليوتيوب خطوة التعليمية وذلك بالضغط على الزر الاحمر اللي هو متابعة ابوني ولا سبسكرايب وما تنسوش تاني زيب تكريك على هذك الجارس باينا باش اي حاجة نحطوها تمارين دروس انتحانات برامج نصائح